التقى الفريق اسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة الفريق اول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الامريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والامريكية واعرب رئيس اركان حرب القوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تربط القوات المسلحة لكل البلدين مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية والأمنية فيما أشد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة مشيراً إلى حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنصيق المستمر بين الجانبين في العديد من المجالات حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأمريكية والقائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة إن شاء الله مثل هذه الاجتماعات تؤتي الثمارها وفيه تعاون كبير جداً ما بين المؤسسة العسكرية ومؤسسات العسكرية في العالم كله مش مولات التحدة بس والحاجات دي حاجة بتبقى احترمة جداً في إطار الخبرات المتبادلة